اشتركوا في القناة ارض مليانة اسرار وحكايات من اول ما بدأ التاريخ تونس استقبلت حضارات شتى وكل حضارة تركت بصمتها على شعبها وثقافتها من الفينيقيين الى الرومان ومن العرب الى العثمانيين كل حضارة جابت معاها تأثيرات جديدة واثرت في نمط الحياة التونسي تونس كتبت تاريخها بخطوات واثقة تاريخ حافل بالتبادل الثقافي والتفاعل الحضاري هذا التفاعل خلق مزيجا فريدا من التقاليد والعادات اللي نقدر نشوفها في كل زاوية من زوايا هذا البلد الجميل بموقعها الاستراتيجي على ضفاف البحر الابيض المتوسط تونس كانت ولازالت مركز تجاري هامو وهذا الموقع الجغرافي المميز خلاها نقطة تلاقي بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب وهذا اللي خلاها ارض خصبة لازدهار الحضارات اللي ساهمت بدورها في تشكيل هويتها المتنورة الأسواق التقليدية في تونس تعكس هذا التنوع حيث يمكن للزائر أن يجد منتجات من مختلف الثقافات والحضارات اللي مرت على هذا البلد في هذا الفيديو باش نغوصوا مع بعضنا في أعماق التاريخ التونسي من تأسيس قرطاج حتى وقتنا الحاضر باش نتعرفوا على أهم الأحداث اللي طبعت هوية الشعب التونسي ونصلط الضوء على التنوع الثقافي اللي يميز هذا البلد قرطاج اللي كانت واحدة من أعظم المدن في العالم القديم هي نقطة البداية في رحلتنا باش نتعرفوا على أهم الأحداث اللي طبعت هوية الشعب التونسي ونصلط الضوء على التنوع الثقافي اللي يميز هذا البلد من الاحتفالات الثقافية إلى المجتمعات المتنوعة تونس هي مثال حي على التعايش والتنوع خاطر معرفة الماضي هي مفتاح فهم الحاضر وبناء مستقبل أفضل بإذن الله المتاحفة التونسية مليانة بالقطع الأثرية اللي تحكي قصص الحضارات اللي مرت على هذا البلد وهي مكان رائع للتعلم واكتشاف التاريخ مستعدين بش نرجع بالزمن ونكتشف وسوى تاريخ تونس في كل ركن من أركان هذا البلد هناك قصة تنتظر أن تروى وهناك تاريخ ينتظر أن يكتشف بريك تايم يلا بينا في هذه الرحلة سنكتشف معا كيف أن تونس لمجررد بلد بل هي قصة حية تتنفس عبر الأجيال في القرن التاسع قبل الميلاد وصل الفنيقيون اللي كانوا معروفين ببراعتهم في الملاحة من الشرق الأوسط إلى سواحل شمال إفريقيا كانوا يستخدمون النجوم لتوجيه سفنهم عبر البحار مما مكنهم من الوصول إلى أماكن بعيدة وتأسيس مستعمرات جديدة أسسوا العديد من المدن التجارية من بينها مدينة عريقة اسمها قرطاج قرطاج لم تكن مجرد مدينة بل كانت مركزاً حضارياً وتجارياً هاماً حيث توافد عليها التجار من مختلف أنحاء العالم القديم بسرعة كبيرة أصبحت قرطاج قوة بحرية والتجارية كبرى سيطرت على جزء كبير من غرب البحر الأبيل المتوسط واشتهرت بثروتها وجيشها القوي كانت أساطيلها البحرية تجوب البحار تحمي مصالحها التجارية وتفرض سيطرتها على الممرات البحرية تميزت قرطاج بنظام حكم جمهوري يحكمها مجلس شيوخ منتخل هذا المجلس كان يتخذ القرارات الهامة المتعلقة بالحرب والتجارة والسياس الداخلية مما ساهم في استقرار وقوة الدولة واشتهرت بتجارتها الواسعة كانت تصدر المنتجات الزراعية والحيوانية بالإضافة إلى المعادن والأقمش كانت الأسواق القرطاجية تعج بالحركة والنشاط حيث كان التجار يعرضون بضائعهم المتنوع أسس القرطاجيون مستعمرات تجارية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وهكا ساهموا في نشر ثقافتهم وتأثيرهم كانت هذه المستعمرات مراكز تجارية وثقافية حيث تمازجت الثقافات وتبادلت الأفكار والمنتجات تأثير قرطاج ما اقتصر شكان على الجانب التجاري والعسكري بل تعدى ليشمل الجوانب الثقافية والفنية قرطاج كانت مركزاً حضارياً مهماً حيث ازدهرت فيها الفنون والأداب وتركوا بصمة لا تمحى في تاريخ البشرية اشتهر القرطاجيون بمهاراتهم في صناعة الفخار والزجاج والمجوهرات وكانت منتجاتهم تعتبر من أرقى وأجود المنتجات في العالم القديم كانت هذه الصناعات تعكس ذوقهم الرفيع وإبداعهم الفني وبنو معابد وقصور فاخراً تدل على رقيهم الحضاري كانت هذه المباني تظهر مدى تقدمهم في مجال الهندسة المعمارية وتعتبر شاهداً على عظمتهم وإبداعهم ورغم الحروب البونيقية اللي خاضوها ضد الرومان واللي أدت إلى سقوط قرطاج إلا أن إرثهم الثقافي ظل مؤثراً في المنطقة لقرون طويلة الحروب لم تستطع محو تأثيرهم العميق بل زادت من أهمية الدراسة حضارتهم الرومان تأثر بالعديد من جوانب الحضارة القرطاجية مثل الهندسة المعمارية والزراعة استلهموا من تقنياتهم وأساليبهم مما ساهم في تطوير الحضارة الرومانية نفسها وساهمت قرطاج في نشر اللغة الفينيقية اللي تعتبر أصل اللغة الأمازيغية واللي ما زالت تستخدم في تونس وشمال إفريقيا اللغة الفينيقية كانت وسيلة للتواصل والتجارة وساهمت في توحيد الشعوب والثقافات في المنطقة في القرن السابع الميلادي وصل العرب المسلمون إلى شمال إفريقيا حاملين معهم ديناً جديداً وثقافة غنية قادهم في فتح تونس عام ستمائة وسبعين ميلادية القائد عقبة بن نافع اللي أسس مدينة القيروان لتكون قاعدة عسكرية وإدارية للمنطقة كان للفتح العربي تأثير كبير على تونس انتشر الإسلام بسرعة بين السكان وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلال ساهم العرب في إدخال أنظمة جديدة في الحكم والقضاء وأسسوا العديد من المدن والمساجد والجامعات اللي أصبحت مراكز هامة للعلم والثقافة في المنطقة الفتح العربي ما محاشي الهوية الأمازيغية لتونس بل زادها ثراءً وتنوعاً اندمج العرب والأمازيغ تدريجياً وتبادل العادات والتقاليد وظهرت في تونس ثقافة جديدة تجمع بين الأصالة العربية والخصوصية الأمازيغية ساهم الأمازيغ بشكل كبير في بناء الدولة الإسلامية في تونس وبرز منهم العديد من القادة والعلماء والشعراء أسسوا العديد من الدول والإمارات في تونس مثل الدولة الأغلبية والدولة الزيرية وبرعوا في مجالات مختلفة مثل الفقه واللغة والتاريخ